تمتلك من المقدرات بحجم دولة تفرض سيطرتها على أغنى البقاع في سوريا تتاجر بالذهب الأسود لكنها لم تفلح سوى في كسب الأعداء إنها قسد التي زرعت حدودها بالنار والخصوم والتي تسير اليوم في الاتجاه ذاته مع إقليم كردستان العراق بوابة المنطقة الوحيدة وشريان الحياة لتجد نفسها محاصرة تماما ومن جميع الجهات ما استدعى تدخلا من الولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمة حرب المعابر التي تشنها أربيل ضد قوات سوريا الديمقراطية تعود أسبابها المباشرة إلى هجوم نفذه عشرات العناصر الذين يطلقون على أنفسهم اسم شبيبة الثورة على معبر سيميلك النهري الذي يربط مناطق الإدارة الذاتية بالإقليم والشبيبتهم مجموعات من الشبان القصر المرتبطين بحزب العمال الكردستاني ويأتمرون بأمر مسؤوليه ما يشي بوجود أسباب أخرى مبطنة لم تظهر إلى العلن أطرافها كردية كردية أحزاب وجماعات والاحتواء الخلاف وتفادي الخسائر تتحرك واشنطن لإجراء وساطة بين الطرفين في محاولة لدفع حكومة الإقليم لتراجع عن قراراتها لأسيما مع جنوح قسد نحو التصعيد عبر إيقافها ضخ النفط إلى أربيل الذي يقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا هو السوق الأكبر الذي تعتمد عليه لتصريف النفط بعض نظام الأسد وعلى ذكر الأخير فإن مصائب قوم عند قوم فوائد أما المصائب فعلى رأس قسد هذه المرة وأما المستفيد فهو نظام الأسد أزمات الحدود التي تعصف بمناطق الإدارة الذاتية تقابلها أزمات في الوسط وما بين ذلك تصر قسد على عنجهية العسكر كمسار وحيد في التعامل مع ما يحدث داخليا وخارجيا بينما يدور حجر الرحى ليعصر المواطن الرازح أصلا تحت وطأة الهموم المعيشية فكيف وإلى أين تسير المنطقة طرقات جميعها غير سالكة